اشتركوا في القناة المسلم الملتزم بالإسلام والمتحمس لقضاياه من إحدى دول الخليج العربية ومما سألتهم عنه النشاط الإسلامي ونشاط الدعوة الإسلامية في بلدهم فقالوا النشاط عموماً بخير ولكن هناك ظاهرة أصبحت فاشية في مجتمعاتنا بعد غلاء أسعار النفط الناس أصبحوا مشغولين بالمال واكتساب المال وتنمية المال فصاحب العشر يبغي عشره مئة وصاحب الألف يبغي الألف مليون الناس مشغولون بالمال شغلهم المال عن كل شيء فهذا همه في العقارات وتجارة العقارات وهذا همه في الاستيراد وهذا همه في البرصة ومتابعة أخبار البرصة فهذه أمور شغلت الناس عن النظر في قضاياهم وفي مستقبل دينهم وفي ما يحيط بأمتهم من كروب وما ينزل بها ويزلزلها من خطوب وكأن بعضهم كان ينظر إلى المال باعتباره شرًا أو باعتباره وسيلةً للطغيان وقال هذا ما نخاف على الناس منه أن يغتني الناس وتصبح أموالهم هي آلهتهم وهذا هو الخطر على المجتمع قلت لهؤلاء الشباب أحب أن تعلموا أن المال في ذاته ليس شرًا المال في ذاته ليس مذنوماً في نظر الإسلام ربما كان ذلك في نظر المسيحية في الإنجيل لا يدخل الغني ملكوت السماوات حتى يدخل الجمل في سم الخياط وجاء رجل أراد أن يتبع المسيح من الأغنياء فقال له اذهب فبع مالك ثم اتبعني تخلص من مالك ثم تعالى لتنضي في طريقي ولكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يحرم الأغنياء من ملكوت السماوات ولم يأمرهم لمن أراد أن يتبعه أن يتخلص من ماله بل نراه عليه الصلاة والسلام قال ما نفعني مال كمال أبي بكر وكان سيدنا أبو بكر من التجار الذين رزقهم الله بسطة في المال وكان ماله في خدمة الدعوة حتى إنه في غزوة العسرة في غزوة تابوك جاء بماله كله في حجره ليسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله وكان عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف من أثرياء المسلمين وكانت أموالهما أيضا معدة للنفقة في سبيل الله فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المال باعتباره شرا وقد امتن الله عليه فقال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى حيران في مسألة الجاهلية فهداك بالوح ووجدك عائلا فأغنى فقيرا فأغناك امتن الله عليه بالغنى وامتن الله على الصحابة حينما وسع عليهم في الرزق قال ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وسع عليكم من رزقه لتكونوا أهلا لشكر نعمة الله عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص حينما دخل في الإسلام فبعثه أميرا على سرية من سرايا الجهاد وقال له لعل الله يسلمك ويغنمك في هذه السرية فقال يا رسول الله ما أسلمت رغبة في المال وإنما أسلمت رغبة فيما عند الله فقال يا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح لا تخف من المال المال ليس شرا في ذاته نعم المال الصالح للمرء الصالح هذه نظرة الإسلام إلى المال ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الهدى والتقى والعفاف والغنى وروا عنه سعد بن أبي وقاص إن الله يحب العبد التقية الغنية الخفي البعيد عن الأضواء خفي بعيد عن الشهرة وطلب الشهرة إن الله يحب العبد التقية الغنية الخفي وحينما جاءت أم سليم بابنها أنس ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين قالت يا رسول الله ادعو الله له فدعا الله له بعد الدعوات منها أن يكثر الله ماله ليس المال إذن شرا المال سماه القرآن خيرا قال وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان لربه لكنود جحود بنعمة الله وإنه لحب الخير أي لحب المال لا شديد يحب المال حبة هذه غريزة فطرية وقال قم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين من خير أي من مال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف خيرا أي مالا خصوصا ذكالة مالا زابال فالقرآن سمى المال خيرا وقال لسعد بن أبي وقاص حينما مرضا وأراد أن يوصي بماله كله قال لا قال بثلثيه قال لا قال بنصفه قال لا قال بثلثه قال الثلث والثلث كثير إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس يبسطون أكفهم ليسألوا الناس إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس ولهذا يحب الإسلام للمسلم أن يكون ميسر الرزق ليس من الضرورة أن يكون مليونيرا ولا مليارديرا ولكن أن يكون رزقه مبسوطا أن يكون في حياته ميسر الرزق لا يتعثر عليه رزقه لا يعيش عيشة ضنكة العيشة الضنك عقوبة من الله لمن يعرض عن ذكره كما قال تعالى حينما أنزل آدم وحواء إلى هذه الأرض قال إما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يضل في الدين ولا يشقى في الدنيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى ضنك في معيشة الدنيا ثم يحشر يوم القيامة أعمى والعياذ بالله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فالتقوى سبب الساعة في الرزق والبسطة في العيش حتى قال عن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن عهد سيدنا نوح قال لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفار الله التوبة إلى الله الرجوع إلى الله أن تقرع باب الله نادما مستغفرا من ذنوبك هذا سبب أن يوسع الله عليك ويمدك بالمال والبنين والجنات والأنهار هذا بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع كل المجتمع الذي يتبع هدى الله ومنهج الله ويسير في ركاب التقوى مجتمع ينعم الله عليه ببركات السماء والأرض ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه نظرة الإسلام إلى المال ولذلك قررت الشريعة الحجر على السفهاء الذين يبذرون المال ويبعثرونه ذات اليمين وذات الشمال ولقد ذلك نهى النبي صلى م عن إضاعة المال وقال الله تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما لا تؤت السفهاء لا تمكنوهم من التصرف احجر عليهم إذا ثبت أنه يبعثرون المال ولا يعرفون قيمة المال ينفقونه في غير وجهه وفي غير حقه فهؤلاء من حق الأمة عاء أن تكف أيديهم لأن المال وإن كان ملكا للفرد هو ملك للمجتمع ذات القرآن يقول ولا تؤت السفهاء أموالكم هي في الحقيقة يعني أو في النظر الرسمي أموالهم في عقود يملكون بها هذه الأموال ولكن قال أموالكم لأنها في النهاية أموال المجتمع إذا بذر السفيه وبعثر فإنما يبعثر مال المجتمع مال الأمة فهذه هي نظرة الإسلام إلى المال المال في نظر الإسلام نعمة يجب أن تشكر وأمانة يجب أن ترعى وضرورة يجب أن تحفظ وفتنة يجب أن تحذر أول شيء أنه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان يقضي بها وطرة يؤدي بها مطالبه يقضي بها حاجاته خلق الله الإنسان خلقا ليس كالملائكة لا بد أن يحتاج إلى الطعام والشراب واللباس والسكن والدواء وهذه الأشياء وهذه كلها تحتاج إلى المال المال هو الذي يمكنه من هذا كله فلذلك كان المال أمرا مهما إذا آتاك الله المال فقد آتاك نعمة يجب أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها فإذا شكرت الله على هذه النعمة أدامها عليك وزادك منها كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيد انكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اشكر النعمة يزدك الله تعالى منها ويبقيها عليه وشكر النعمة أن تؤدي الحقوق التي أود الله فيها وسنذكر بعد ذلك في خطبة قادمة ماذا فرض الله من حقوق في مال الإنسان هذه الحقوق الزكاة أولها وليست آخرها هي الحق الأول في المال القرآن قال حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم الزكاة حق وحق معلوم علمه من تجب عليه الزكاة وعلمه من تجب له الزكاة ومعلوم المقدار معلوم متى يصرف معلوم حق معلوم للسائل والمحروم فالزكاة هي أول الحقوق وليست آخرها هناك حق المجتمع إذا ضاق عيشه إذا نزلت به مجاعة إذا نزلت به مصيبة فالإنسان لابد أن يسهم بقدر ما يستطيع في تفريج الكربة عن الناس في إغاثة الملهوف في إطعام الجائع هكذا فليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم المال نعمة يجب أن تشكر وهو أمانة ووديعة يجب أن ترعى الله اتمل الإنسان على المال هناك حقيقة أو نظرية كما يسمونها في الإسلام نظرية الاستخلاف أن الإنسان مستخلف في مال الله المال مال الله المال مال الله أنت حينما تزرع مزرعتك تبذر فيها حب القمح أو الشعير أو تغرس فيها نخلة أو كذا هل أنت الذي خلقت التربة هل أنت الذي جعلت الأرض ذلولا الله جعل لكم الأرض ذلولا لو كانت هذه الأرض ذهبا أو فضة هل كانت تنبت نباتا هل أنت الذي أمددت التربة بالمعادن والأملاح والعناصر التغذية للحبة هل أنت الذي خلقت الحبة ووضعت فيها الحياة هذه الحبة القمحة فيها حياة هي كائن حي حينما ينزل عليها الماء ينبت هذا الكائن وينمو أنت فعلت ذلك هل أنت الذي خلقت الهواء الذي تمتصه الحبة هل أنت الذي خلقت الشمس لترسل الحرارة وترسل الضياء هل أنت الذي خلقت الأكسودين وساني أكسيد الكربون هل أنت الذي وضعت النظام الذي يجعل الإنسان يتنفس ساني أكسيد الكربون ويجعل النبات يأخذ يستنشق هذا الغزم هل أنت الذي وضعت النظام بين المملكتين المملكة الحيوانية والمملكة النباتية الله هو الذي فعل ذلك ماذا فعلت أنت توضعت الحب وانتظرت الثمر من الرب الله هو الذي يهيئ هذا كله وأنت لم تعمل شاء ذلك يقول الله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم يد الله التي عمل كما قال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون مما عملت أيدينا شغل يد ربنا أنت اللي خلقت الناقة ولا البقرة ولا الشاه الله هو الذي خلقها هو الذي أوضع فيها القدرة على أن تدر الحليب وأن تلد الحيوانات الصغيرة الله هو الذي فعل هذا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم الصبي يسوق الجمل يسوق الثور ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أفلا يشكرون هذه هذا المال الله هو الذي خلقه ولذلك إذا قلنا المال مال الله هو حقيقة هو منشئ المال وهو منشئ الإنسان من الذي أعطاك العقل لتفكر من الذي أعطاك الإرادة لترجح من الذي أعطاك القدرة لتنفذ الله فالله هو خالقه وخالق الأرض وخالق الشمس وخالق الهواء وخالق كل شيء فلا عجب أن يكون المال ماله ولذلك يقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم لم يحسب الذين يبخلون بأموالهم لأعبر عنها ما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم وأنفقوا مما دع لكم مستخلفين فيه أنت مستخلف موكل يعني أنت نائب عن مالك المال وكيل عنه مثل وكيل الخزانة أو وكيل الصندوق أنت أمين الصندوق ولست صاحب الصندوق صاحب الصندوق هو الله خالق المال ومنشئ المال أنفق مما جعلكم مستخلفين فيه أنت مستخلف إياك أن تظن أن المال مالك وأنك صاحب التصرف وتقول ما قال قوم شعيب أن نفعل في أموالنا ما نشاء أحرار في أموالنا لا ليست أموالكم هي أموال الله عندكم وهذا ما يعرفه حتى الأعراب من المسلمين سئل أحد الأعراب وكان يرعى الغنم فقيل له يا أعرابي لمن هذه الغنم التي ترعاها قال هي لله عندي هي لله عندي فما أبلغ الكلمة وما أصدقها المال نعمة يجب أن تشكر وأمانة يجب أن ترعى وضرورة يجب أن تحفظ اتفق العلماء على أن المال من الضروريات الخمس أو الست التي جاءت الشريعة لحفظها ولإقامتها ولإتمامها الدين والنفس والعق والنسل والمال وبعضهم أضاف العرض المال إحدى هذه الضروريات هو ضرورية للفرد وضرورية للمجتمع لا يستطيع الإنسان أن يعيش بغير المال ولا يستطيع المجتمع أن يعيش بغير المال ولذلك فقهاؤنا المحققون قرروا أن كل علم تحتاج إليه الأمة في دنياها أو في دينها وكل صناعة أو حرفة تحتاج إليها الأمة حتى النجارة والحدادة والزراعة والصناعة كل هذه الأشياء اعتبروها فرود كفاية فرض كفاية على الأمة أن يكون فيها من الزراع والصناع والحرفيين والكمائيين والهندسيين والمحاسبين والأطباء وكل صنعة أو حرفة أو علم تحتاج إليها الأمة يجب أن يتوفر للأمة هذه من الضروريات وإذا فرطت الأمة في أحد هذه الجوانب تكون الأمة كلها آثمة وبخاصة أولو الأمر فيها المسؤولون عنها المسؤولون السياسيون الحكام أولا وأهل الرأي والعلم أيضا بعدهم أو معهم الأمة يجب أن تتوفر فيها مقومات الحياة الحياة العزيزة الكريمة لا يمكن أن تعز أمة وتقوى وهي لا تملك قوت يومها للأسف أمتنا أمة زراعية في معظم بلادنا بلادنا كلها بلاد زراعية رزقا الله الخصوبة في الأرض سهول وزرع ومع هذا كثير من بلادنا العربية والإسلامية تحتاج إلى أكثر من نصف قوتها تستورده من غيرها لو كف يده عنها لماتت جوعا لماذا لا نزرع أرضنا والنبي صلى يقول إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها ما غرس مسلم غرسا أو زرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو بهيم إلا كان له به صدق لماذا لا نزرع لماذا لا نصنع نحن كما قلت دائما أمة صورة الحديد عندنا صورة اسمها صورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس آية نسمعها ونقرأها وتتلى علينا دائما هل أتقلنا صناعة الحديد قوله تعالى فيه بأس شديد إشارة إلى الصناعات الحربية ومنافع للناس إشارة إلى الصناعات المدنية فهل أتقلنا الصناعات المدنية أو الحربية لا للأسف لازلنا عالى على غيرنا حتى لم نستطع أن نوجد وننشئ ونصنع بأيدينا سيارة مئة في المئة نجمع السيارة ونستورد المطور من عند غيرنا بعض البلاد الشرقية سبقتنا وصنعت السيارة وصنعت ما هو أكثر من السيارة أمة صورة الحديد لم تتعلم صناعة الحديد لابد لنا أن نؤدي حق الله علينا أن نحسن الخلافة في المال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه لم نحسن هذا الاستخلاف لم نقم بحق التوكيل الإلهي لنا لنوكلاء الله في هذا المال فلم ننتج المال كما ينبغي أن ينتج أصبح غيرنا ينتج ونحن نستهلك ينشئ ونحن نستورد يرسل ونحن نستقبل لماذا كنا في وقت من الأوقات على القمة لم نكن في السفح كنا في رأس القافلة ولم نكن في الذيل أصبحنا الآن في الذيل مستوردين من غيرنا عندنا فلوس نستطيع أن نشتري من أدوات الحضارة التي ينتجها غيرنا ما شئنا استطيع الواحد مننا أن يتصل بمصنع المرسيدس أو بوكلائه هنا في قطر اللي يشتري أعظم سيارة مرسيدس خمسمية سبعمية ألف إس إتش إلا مش عارف إيه مجهزة بكل الكماليات ولكن هل صنعنا منها مصمارا هل إذا خربت ولم يكن لمصنعها هنا وكيل نستطيع أن نعمر ما خرب منها لا نستطيع شيئا المال نعمة يجب أن تشكر وأمانة يجب أن ترعى وضرورة يجب أن تحفظ يجب أن نحفظ هذه الضرورة ضرورية المال ثم هو بعد ذلك فتنة يجب أن تحضر اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة المال من غير شك فتنة ولذلك حذر الله أن نفتتن به كما حذر أن نفتتن بالأولاد الأولاد نعمة عظيمة ولكن يمكن أن يفتن الإنسان بأولاده وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وصف الله رواد بيوته مساجده في القرآن فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في هسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هؤلاء هم رواد بيوت الله ليسوا دراويش ولا متعطلين رجال أعمال وتجارة وبيع بيزنس ولكن تدارتهم وبيعهم وبزنسهم لم يلهيهم عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا عن الزكاة ولا عن خوف إلا هو انتظار يوم القيامة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار المال فتنة يجب أن نعرف هذا وهو فتنة لمن افتتن به يعني المال في حد ذاته يمكن أن يمتلئ الإنسان من الإلمال ويكون عند الملايين ولكنها في يده وليست في قلبه كما كان بعض الأنبياء ربنا آت داوود الملك وآت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ومكن ليوسف في الأرض ادعالني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكان بعض الصحابة من الأغنياء في حياة النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم حياة النبي عبد الرحمن بن عوف وعثمان وبعد الزباير وطلحا وغيرهم وهؤلاء لم يأخذهم المال من دينهم بل جعلوا المال في خدمة الدين لم يجعلوا الدين في خدمة المال لكن بعض الناس للأسف جعلوا المال معبودهم وقف أحد الصالحين يلوم قومه على انشغالهم بالمال وقال لهم إن ربكم الذي تعبدون تحت قدمي هاتين فهاج الناس عليه فقال لهم أتدرون ما تحت قدمي هاتين نظروا فإذا سر من ذهب قالوا هذا ربكم الذي تعبدون أنتم تعبدون هذا الإله المال هذا الخطر هنا أن يعبد الإنسان نفسه للمال أن تصبح الدنيا أكبر وهمه ومبل وعلمه أما أن يكون المال في يده لا في قلبه أما أن يملك المال ولا يملكه المال أما أن يمشي على الأرض وهو ينظر إلى السماء أما أن يعيش في الدنيا بقلب أهل الآخرة فلا خطر في هذا مشكلة الناس التي شك منها هؤلاء الشباب الذين زارون أن هناك أناس أصبح وكل همهم المال هم مع البرصة هم مع الأرض هم مع الربح لا يهمه أن يستورد الشيء الذي يضر الناس قد يضر قد يستورد أغذية ملوثة بالإشعاع ولا يهمه ماذا يصيب قومه من وراء هذا قد يستورد أغذية انتهى أمد صلاحيتها ولكن وجد أن فيها مكسب كبير ملايين تأتيه مرة واحدة فلا يبالي لا يبالي بأن يغش الناس مرة النبي صلى في السوق فوجد رجلا يبيع قمحا ف صبرا كده كومة ودخ أدخل يده فوجد القمح هذا في الداخل مبلول ومعنى مبلول يعني انتفخ يعني لم يتحط في الكيل يزيد النص كما يقولون فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال يا رسول الله أصابته السماء فيه مطر قال هل كشفت عنه ليراه الناس لخليت دجوه وخليت الناشف والجاف هو الظاهر من غش فليس منا هؤلاء الذين يطففون ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يغسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا ينتظرون هذا اليوم هذا في من يزيد حفنة أو ينقص حفنة ما بلك بمن يأكلها كلها كما داء في صاح البخار يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن حلال أمن حرام لك حلال كلنا حرام كلنا لا يبالي لا يتحرى الحلال أبين والحرام أبين وبينهما مجتبهات فمن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هناك ناس لا يكتفون بالشبهات يقعون في الحرام الصرف في الكبائر في الربا في الأخذ الرشا في الاختلاس في الاحتكار في إغلاء الأسعار على الناس على الضعفاء هؤلاء الذين عبدوا المال من دون الله لن يغني عنهم المال شيئا لقد نسوا ما هو أهم من المال يقول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ثم يقول ذلك متاع الحياة الدنيا القناطير المقنطرة والأنعام والحرث والأشياء دي كلها والخيل ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب كل ما في هذه الدنيا أنت تاركه إذا لم يزل عنك أنت زائل عنه قيل لبعض الصالحين إن فلانا كلف غرفة نومه أكثر من مليون دولار فقال وكم ينام فيها قال والله يعني هو عمره ستين سنة ممكن ينام فيها عشر ولا عشرين ولا خمس ولا ما قال لهم بس هناك غرفة سنن فيها أطول وهي معدى له مجانا القبر الحفرة من مزايا القبور هنا في قطر إنها حفر في بعض البلاد زي مصر تجد القبر الغني غير قبر الفقير وكله في النهاية مرمي فوق السرى وكله يسأكله الدود الحفرة حفرة حيدخلها مجانا ويعيش فيها آلاف السنين ما شاء الله كل ما في هذه الدنيا سيتركه الإنسان وعندما يأتيه الأجل يقول الناس ماذا خلف أدئيه ترك وراءه وتقول الملائكة ماذا قدم أدئيه قدم قدام لآخرته هؤلاء يقول ماذا قدم والناس سؤل ماذا أخر خلف إيه وراءه وهذا الذي خلفه ليس له النبو عليه الصلاة والسلام يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا رسول الله كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما خلف اللي قدمت في حياتك هو ماله كل أنت تركه ليس لك أولادك الله أعلم ماذا يفعلون به يمكن يتمتعون به ويلعنوه لا ندري إنما له ما قدم ومال وارثه ما خلف يقول ابن آدم مالي مالي نبعد الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت اللي انتهت أكلته وماذا يأكل هل الغني معدته أوسع من معدة الفقير ده معظم الأغنياء مصابون بأمراض يمنعون فيها من أكل الطيبات التي يستمتع بها الفقير مجانا ما يمنع منها يأكل ما شاء ومعظم الأغناء وعا تأكل كذا وعا تأكل كذا وعا تأكل كذا وماذا افرض واحد عنده قصر يمشي كيلو على سورة ماذا يحتاج من هذا القصر غرفة الغرفة بيحتاج فيها موضع فراش ما هي الدنيا أيها الناس الدنيا التي يسعى الناس إليها يسعوك فيها القليل والله القليل والقليل من القليل والبقي أنت محاسب عليه ولتسألن يومئذ عن النعيم ومن قل ماله قل حسابه ومن كثر ماله ثقل حسابه كل عند الله لا يضيع ونضع الموازين القصطة ونضع الموازين فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عم سواه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فادعوه يستجب لكم شكرا 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 اشتركوا في القناة